اشتركوا في القناة والأولين والآخرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نستأنف بفضل الله تعالى القراءة في كتاب الفتوحات المكية لسيد الشيخ الأكبر محيددين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونحن نقرأ الباب الثامنة والخمسين وخمسماء في معرفة الأسماء الحسنة التي لرب العزة تعالى وما يجوز أن يطلق عليه لفظاً وما لا يجوز وقد قرأنا في المقاطع الثلاثة السابقة مقدمة هذا الباب وذكرنا فيها حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول إن لله تسعة وتسعين اسماً ماءة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة فذكرنا في المقطع الثاني الحضرة الأولى وهي حضرة الإسم الله وهي الحضرة الإلهية الموصوفة بالأسماء التسعة وتسعين فذكرنا في المقطع الذي سبق هذا وهو المقطع الثالث الحضرة الربانية وهي للإسم الرب ونحن الآن في حضرة الرحاموت وهي للإسم الرحمن الرحيم فنبدأ وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم إذن بعد أن انتهينا من قراءة الحضرة الربانية وهو الإسم الرب نقرأ الآن حضرة الرحموت للإسم الرحمن الرحيم وهو إسم مركب فالرحمن اسم من أسماء الله الحسنى والرحيم اسم من أسماء الله الحسنى والرحمن الرحيم اسم مركب والرحمن والرحيم هي صيغ مبالغة من فعل الرحمة ففعل الرحمة هو راحم اسم الفاعل هو راحم فصيغ الرحمن الرحيم هي مبالغة في الرحمة وذلك لسعة رحمة الله تعالى التي لا يمكن أن يتخيلها أحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة ومثل هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري حيث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الرحمة يوم خلقها ماءة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار ويؤكد الشيخ محي الدين هذا المعنى فيقول إن الله اختص بهذه الرحمات المئة اختصها لنفسه فهي منه لعباده خاصة برفع الوسائط فهذا ما عدى الرحمات التي يزديها إليهم عن طريق بعضهم البعض وعن طريق الملائكة وغيرهم من الخلق فهذه المئة رحمة هي من الله لعباده بارتفاع الوسائط وهي مئة على عدد الأسماء الحسنى أسماء الإحصاء التسعة والتسعين والاسم الذات الموصوف بهذه الأسماء فأنزل الله من هذه الرحمات رحمة واحدة وأمسك عنده تسعة وتسعين على عدد الأسماء الماء إلا واحد التي من أحصاها دخل الجنة فهذه التسعة والتسعين تظهر يوم القيامة لكل اسم رحمة وهذا أيضا على عدد درجات الجنة وهي ماءة درجة وكذلك عند انقضاء زمان استحقاق العذاب تكون هذه الرحمات على عدد دركات النار وهي ماءة دركة فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فهنا يبتدئ أشيخ محيد دين هذا المقطع أو هذه الفقرة هذه الحضرة بقصيدة كعادته فيقول إلى الرحمن حلي وارتحالي لأحظى بالجلال وبالجمال فإن الله كان بنا رحيماً رؤوفاً يوم يدعوني نزالي مبالغة في الرحمة الواجبة والامتنانية يعني الاسم الرحمن وكذلك الاسم الرحيم وهذا مع بعضه الاسم المركب الرحمن الرحيم هو مبالغة في الرحمة الواجبة والامتنانية فقال الله تعالى كما ذكرنا في هذه الآية من سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء ومن أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم وهو من الأسماء المركبة كبعلبك ورام هرمز وإنما قبل هذا التركيب لما انقسمت رحمته بعباده إلى واجبة وامتنانية فبرحمة الامتنان ظهر العالم وبها كان مآل أهل الشقاء إلى النعيم في الدار التي يعمرونها يتبع فإذا انقسمت رحمته بعباده إلى واجبة وامتنانية فبرحمة الامتنان ظهر العالم وبها كان مآل أهل الشقاء إلى النعيم في الدار التي يعمرونها فابتداء الأعمال الموجبة لتحصيل الرحمة الواجبة وهي الرحمة التي قال فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم على طريق الامتنان على طريق الامتنان فبما رحمة من الله لنت لهم وقال له أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهذه رحمة امتنان وبها رزق العالم كله فعمت والرحمة الواجبة لها متعلق خاص بالنعتي والصفات التي ذكرها الله في كتابه وهي رحمة داخلة في قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إذن وسعت كل شيء رحمة وعلما وسيرد شرخ هذا في حضرة قادمة إن شاء الله وهي حضرة السعة من الاسم الإلهي الواسع ليشرح الشيخ كيف أن الرحمة واسعة كل شيء وأنها أوسع حتى من العلم فمنتهى علمه منتهى رحمته فيعني يقول الشيخ محيد الدين عند حديثه عن حضرة السعة أن الرحمة تقدمت على العلم لكنها تنتهي في منتهى علمه فيقول قالت الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فقدمت الرحمة على العلم لأنه أي الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث القدسي أحب أن يعرف والمحب يطلب الرحمة به فكان مقام المحب الإلهي أول مرحوم فخلق الخلق وهو نفس الرحمن وقال ورحمتي وسعت كل شيء فعمى بكل بهذه الكلمة في كل شيء عمى بهذه الكلمة كلمة كلي كل مرحوم وما ثم إلا مرحوم فإذا منتهى علمه منتهى رحمته في من يقبل الرحمة وكل ما سوى الله قابل لها بلا شك ومن عموم رحمته ورحموته نفس الرحمن وإزالة الغضب عنه الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كما ورد في الحديث أن الله يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فإذا زال هذا الغضب حلت الرحمة التي أيضا هي سبقت الغضب فإن فإنه إن غضب بشهادة المبلغين عنه الإرسال يعني الرسالات وهم الرسل صلوات الله عليهم أجمعين في الصحيح من النقل كما ورد في الأحاديث يعني وسميت هذه الحضرة باسم المبالغة لعمومها ودخول كل شيء فيها فلما كان لها من التعلق بعدد الممكنات على أفراد كل ممكن وبعدد المناسبات الموجبة للتركيب وهي أي هذه الأعداد لا تتناها فرحمة الله غير متناهية ومنها صدرت الممكنات يعني الموجودات ومنها صدر الغضب الإلهي ولما صدر عنها لم يرجع إليها لأنه صدر صدور فراق لتكون الرحمة خالصة محضة يعني صدر الغضب عن الرحمة حتى تبقى الرحمة الممتزجة رحمة خالصة إذا صدر الغضب عنها ولم يرجع كما قال في الحديث لن يغضب بعده مثله ولذلك تسابقا فورد في حديث آخر حديث خدسي سبقت رحمته غضبي ولذلك تسابقا إلا من تميز وانفراد يعني حتى ينفصل وحتى يذهب الامتزاج فتبقى رحمة الرحيم فرحمة الرحمن قد يكون قد تكون ممتزجة بالغضب لكن رحمة الرحيم هي رحمة خالصة ويضرب الشيخ مهيددين في مكان آخر مثالا الطبيب الذي يعطي الدواء وقد يكون الدواء مر ففيه عذاب وألم لكن الغاية هي الشفاء من مرض فتكون هذه رحمة ممتزجة لكن غايتها هي الرحمة فالرحمة تسبق في جميع الأحوال وجميع ما سوى الغضب الإلهي وجد من الرحمة في عين الرحمة فما خرج عنها فيقول هنا شعرا فرحمة الله لا تحد وكل ما عندها معد وكل من ضل عن هداها فإنه نحوها يرد فالقرب منها هو التداني وما لديها من بعد بعد فلا تقل إنها تناها فما لها في الحد فما لها في الحدود حد بها تميزت عنه فانظر فالرب رب والعبد عبد يعني رحمة العبد بالخلق لا تكون مثل رحمة الله سبحانه وتعالى فرحمة الخلق ببعضهم البعض مهما كانت فإنها قد تكون من الرحمة الممتزجة لا تكون رحمة خالصة والله تعالى أعلى وأعلم ومن علم سبب وجود العالم وهو الحديث الذي ذكرناه قبل قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى أنه قال كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فبي عرفوني فسبب وجود العالم هو أن الله سبحانه وتعالى أحب أن يعرف فوصف الحق نفسه بأنه أحب أن يعرف فخلق الخلق وتعرف إليهم وعرفوه ولهذا سبح كل شيء بحمده علم ذلك أول متعلق تعلقت به الرحمة فالمحب مرحوم للوازم الرحمة ورسومها لأن الخلق ظهر في نفس الرحمن أو من نفس الرحمن فهذا نفس المحبة التي يعني كأن المحب عندما يحصل ما يريده فإنه يتنفس من الساعة وعلم أن الحكم على الله أبدا بحسب الصورة التي يتجلى فيها فما يصح لتلك الصورة من الصفة التي تقبلها فإن الحق يوصف بها ويصف بها نفسه وهذا في العموم إذا رأى الحق أحد في المنام في صورة أي صورة كانت حمل عليه ما تستلزم ما تستلزمه تلك الصورة التي رآه فيها من الصفات إذن وهذا ما لا ينكره أحد في النوم فمن رجال الله من يدرك تلك الصورة في حال اليقظة ولكن هي في الحضرة التي يراها فيها النائم لا غيرها وهذه المرتبة يجتمع فيها الأنبياء عليهم السلام والأولياء رضي الله عنهم وهنا يصح كون الرحمة واسعة كل شيء وهذه الصورة الإلهية في هذه الحضرة من الأشياء فلابد أن تسعها رحمة الله إن عقلت والانتقام من رحمة المنتقم بنفسه في الخلق والله عزيز لانتقام كما ورد في الآية والآية الأخرى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وفي الآية الأخرى وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وإذا وفق الله عبده للتوبة فقد وفقه لما به فرح فإن الله يفرح بتوبة عبده كما ورد في الصحيح فذلك من رحمة الله والأخبار النبوية في ذلك أكثر من أن تحصى كثرة والله يقول الحق وهو يهدي السبيل إذن هنا تنتهي هذه الحضرة حضرة الرحمود ويتبع في المقطع التالي الحديث عن الإسم الملك وهي حضرة الملك والملكوت إذن كانت هذه قراءة لحضرة الرحمود وهي الإسم الرحمن الرحيم من الباب الثامن والخمسين وخمسماء من كتاب الفتوحات المكية لسيدي الشيخ الأكبر محيد دين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة